السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا نادية عبدالسلام ودي قناتي لو اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل ليصلكم كل جديد كل سنة وانتوا طيبين والامة الاسلامية كلها بخير وبنسبة حلول شهر رمضان الكريم النهاردة هعمل معاكم الزبادي البيتي لسحور رمضان وهقولكم على كل الاسرار اللي اطلعها معاكم نجحة ومن اول مرة وازاي قوامها يبقى كريمي ومتمسك في نفس الوقت انا غليت اللبن واسبته لحد برد شوية اللبن هنا بيكون يعني اكتر من دافي يعني بيكون دافي ميل للسخونة لما حطي ايجي كده ايجي تستحمل السخونية بتاعته هبتجي بس كده اشيل الطبقة اللي اتكونت على الوش دي علشان الزبادي يطلع معايا كريمي وميبقاش في حيتة كده مكتلة شوية يعني واسرع طريقة نعمل بها الزبادي هي الخلط هنزل باللبن او الحليب في الخلط ده لبن جاموسي اللي بيبقى سايب من عند اللبان مش معلب علشان تبقى نسبة الدسم فيه كويسة وهضيف عليه علبة زبادي علبة واحدة من الزبادي ده كيلو من اللبن وهشغل عليهم الخلط وهنزل بيه بقى على مصفة علشان اقلل الرغوة اللي تكونت لما دربتهم في الخلط تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي ولما تفضوها في الكبيات تشلوها عادي بالمعلقة وهكون محضرة الاكواب او التواجن الصغيرة وهصب فيها طبعا لازم تكون ناشفة تماما من الميا والخلط كمان يكون ناشف من الميا علشان تضمانه نجاح الزبادي و بعد كده هجمعهم في صانية وهنزل في جنب من جوانب الصانية بالمياة السحنة دي مياة بتغلي او تكون لسه بدقة تغلي ما تكونش دافية علشان الزبادي تتمسك معي بسرعة هضيف مياة لحد ماوصل لربع حجم الكبات او الطواجن وأخلي بالي بان المياة ما تجيش على الزبادي وهغطيها بعد كده بفوطة وهسيبها على رخامة المطبخ لمدة ساعة وبعد ساعة بنقل الأكواب من الصانية وباخد الصانية أسحن المياة مرة تانية على النار وبعد كده أرص الأكواب فيها مرة تانية وبغطيها وبسيبها لحد ما تتماسك وأول ما الزبادي تتماسك بخدها بقى دخلها على رفء التلاجة تعود برضو أربع ساعات علشان توصل للقوام ده بسم الله تبارك الرحمن زبادي متماسك جدا مش عاملة مية أنضف وأوفر من الجهزة بكتير أنا عارفة إن اللبن غالي وناس كتير هتستغنى عن الزبادي وتكتفي بالصحور بس في ناس كمان صحورهم هو عيلة الزبادي وبس بيكتفوا بيها مش بيستحروا أي حاجة تانية نقول اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن حال اللهم بحق ما رزقت مريم بغير حساب ارزقنا يا الله فأنت القادر المقتدر بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اقصروا من الدعاء في الأيام المفترجة دي إن شاء الله الدعاء يكون مستجاب ما شاء الله أنجح وأسهل طريقة زبادي ممكن تعملوها جربوها إن شاء الله تعجبكم بصوا مفيش مية خالص والقوام كمان كريمي بجد أفضل وأطعم بكتير من الزبادي الجاهز اللي مجربها ما بيستغناش عنها بصوا كده حوريكم البطرامان مفهوش ولا نقطة مية وده علشان بعد ما تجمدت ادخلتها التلاجة جربوها إن شاء الله هتعجبكم وكل سنة وانتوا طيبين ولو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو باشكركم جدا ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب واستنوني في وصفة جديدة وباي باي اشتركوا في القناة